خلونا نبتدي الكلام بطبيعة الحال بالحدث الأهم ماتش النهاردة مواجهة ساند داونز فيه إياب الدور نصف النهائي من دوري السوبر الإفريقي عفواً بعد خسارة طبعاً المواجهة الأولى في بريتوريا بهدف دون رد أصبح النادي الأهلي مطالب النهاردة وما فيش بقى مساحة للاختلاف في وجهة النظر حول هذه النقطة ماتش النهاردة لا يقبل القسمة على اتنين ولا فيه مساحة الكذا ولا الكذا ماتش مالوش حل غير ان احنا نفوز به لعيبة النادي الأهلي النهاردة وجهازه الفني مطالبين بشدة بالتعويض وبالفوز في لقاء العودة بثنائية نظيفة على الأقل من أجل التآهل للمباراة النهائية أولاً هنتكلم فيه أكتر من موقف حصلوا مع النادي الأهلي قبل كده وكان نجوم الفريق حضرين بقوة وكانت روح الفنين للخمرة نحن بكلمكم عنها من شوية كانت حضرة بقوة وكان دور حضراتكم كجماهير مؤازرة ومؤيدة ودعمة كان حاضر بقوة في مسألة المنتادة ويرد الاعتبار سنة 2006 لو تفتكروا وتحديداً فيه زهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لعبنا مع صفاقسي في استاذ القاهرة ماتش الزهاب وتعدلنا بهدف لكل فريق كان علينا أن احنا نعود في ماتش العودة في تونس في ملعبهم وفي وسط جماهيرهم ولازم كنا نكسب عشان ناخد البطولة وبالفعل رجعنا فعلاً بمكسب غالي جداً بهدف دون رد وتوجنا للمرة التانية على التوالي وقتها بلقب دوري أبطال إفريقيا آدي مرة مرة كمان في نهاية دوري الأبطال نسخة عشرين اتناشر كنا باللعب الترجي تونسي لعبنا ماتش الزهاب في ملعب الجيش في برج العرب عندنا وتعدلنا وقتها في التوالي الأخيرة بهدف سجلوا سيد حمدي بعدما كنا متأخرين بهدف دون رد وانجحنا في العودة ماتش العودة ان احنا نرجع بمكسب غالي جداً بهدفين مقابل هدف سجلهم وقتها محمد ناجي جده ووليد سليمان عشان نفوز بدوري أبطال إفريقيا وقتها للمرة السابعة في تاريخ النادي الأهلي طبعاً يعني مواقف النادي الأهلي الصعبة اللي حسمها كتير والتاريخ شاهد جداً على هذا الأمر آخر حاجة ممكن أحب أفكر حضراتكم بيها مع سان داونز ذات نفسه بعد خسارة مباراة 2019 لو تفتكروا الشهيرة وخروجنا من البطولة لعبنا معاهم بعدها نسخة 2020 وكسبنا في القاهرة بهدفين ثم تعادلنا في بريتوريا بنتيجة واحد واحد وقتها تأهلنا للدور النصف النهائي وبالمناسبة كسبنا البطولة وقتها والنهاردة أتمنى أن نفس السيناريو يكرر نفسه وأن التاريخ يعيد نفسه وما عندناش ضر ثقة في أنه يعني ما عندناش ضر تشكل في أنه إحنا وثقين في كل لعبتنا وأنهما على قدر المسئولية وقادرين تماماً على حسم التأهل للنهائي بإذن الله لأنه الحقيقة من الطبيعي النهاردة إن إحنا كلنا نشوف ردة فعلة قوية يعني من جانب الجيل الحالي من لعبة النادي الأهلي لأنهما نفسهم بالمناسبة صنعوا ده قبل كده وأكتر من مرة وقاربها الموسم اللي فات اللي كسبنا فيه تقريباً كل البطولات اللي النادي الأهلي شارف فيها الدوري والكاس والسوفر ودوري الأبطال يعني قفلنا العدات زي ما بيقولوا أو قفلنا اللعبة وقتها وكنا عنده حسن صن جمهورنا ما فيش مساحة لأن أي حاجة تتغير المرات فالنهاردة إن شاء الله برضو يعني مطلوب من البداية ومن البداية بمعنى من البداية إظهار ردة فعل تتماشى مع اسم النادي الأهلي ومع قوة النادي الأهلي ومع تاريخ النادي الأهلي أمام الجميع وقبل الجميع بيني وبينكم أمام أنفسنا يعني قدام نفسنا اللعبة دي لازم تثبت نفسها لنفسها قبل ما تكون بتثبت أي حاجة أو بتسجل أي موقف لأي طرف حتى لو كان الجمهور وهم محتاجين يعملوا ده عشان نفسهم ولازم نوقف المنافس ونوقف خطورته المنافس من بدري لازم نكون إيجابيين على مرمى الخصم لازم نسجل من أنصاف الفرص في حين يعني في حال وجودها مش من الفرص من أنصاف الفرص مش نهدر الفرص طبعا يعني لازم نستغل تواجد الجماهير الكبير اللي هيكون فيه مدرجات استاد القاهرة النهاردة لازم نستحضر روح الفنالة الحمرة في المواقف اللي زي دي أنت مش قليل عشان تكون فرصك أقل من غيرك في البطولة أنت أصلا صاحب التصنيف الأول في إفريقيا يعني وأكتر فريق مرشح للفوز بأي بطولة بيشارك فيها بمجرد يعني الإعلان عن مشاركته فيها فما ينفعش نشوف ما لا يتماشى مع كل هذه الحقائق ترجمة نانسي قنقر